صدر بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يعني أعجبني في هذا البيان وصف دقيق من المتحدث باسم الجيش الليبي تحدث عن الغزو التركي المحتل التركي يعني ده الوصف الصحيح الدقيق يبقى إذن هو يتحدث أن بلاده احتلت من قبل العدو التركي ده وصف يعني في محله وما يقوم به الجيش الليبي الآن هو تطهير لبلاده من غزو حقيقي الجيش الليبي بيسترد أراضيه من غزو تركي حقيقي فيعني كان البيان الذي صدر اليوم تحدث وقال أنه هناك تدخل إحدى الدول بحلف شمال الأطلسي الناتو عسكريا في ليبيا وقال لابد من الإشارة لدول حلف الناتو يعني هم اليوم مستعدين للتورد في حرب لدعم تركيا في مؤامراتها والتي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول البحر المتوسط إلى آخر البيان أيضا هناك تصريحات على لسن المتحدث باسم الجيش الليبي يتحدث فيها عن ارتكاب تركيا وميليشيات تركيا لجرائم ضد الإنسانية اللي هو المسماري قال خلال المؤتمر الصحفي في مدينة بنغازي أن أردوجان التركي هو مسؤول عن جرائم حرب تجرى على أراضي ليبيا ونبه إلى أن تركيا تستغل عضوياتها في حلف شمال الأطلسي الناتو من أجل احتلال ليبيا ودعم الميليشيات التي تعبثوا فسادا في البلاد في انتهاك صريح للقانون الدولي الوضع في ليبيا مصر هي اللاعب الأساسي والأول في هذه القضية ليه؟ لأنه ليبيا دولة شقيقة لأنه ليبيا تمثل البعد الغربي لحدودنا لأنه ليبيا جزء من أمن البحر المتوسط لأنه في دول كثيرة جدا تصق في مصر في هذه المرحلة إعلان القاهرة لماذا تم الترحيب به؟ يعني إيه اللي فرق أو إيه اللي خلت دول دي كلها تجمع على إعلان القاهرة هرجعكم شوية لمؤتمر برلين اللي تم عشان خاطر ليبيا ولم يحدث أي نتيجة النهاردة كلام المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن هذا الإعلان أخذ وبنى على ما اتفق عليه الجميع في برلين وبالتالي أنت تتحدث حديثا يفهمه المجتمع الدولي بعد كده الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي رغم اختلاف المصالح إلا أنهم ثقة في القاهرة أيدوا هذا الإعلان طبعا ولدينا مواقف سبتة من الدول العربية زي الإمارات والبحرين والسعودية والأردن ولدينا أيضا مواقف سبتة مع الدول الأوروبية زي إيطاليا وفرنسا واليونان وأبروس ودول يعني بيدعموا مصر في هذا الملف تماما بقي الوضع على الأرض بقي الوضع على الأرض هل هناك تطورات خلال الساعات القادمة؟ حتش عارف هل هناك أي أبعاد جديدة على الأرض وتوازنات؟ أعتقد أنه وفقا لتصريحات اللوان المسماري النهاردة في مؤتمر الصحفي قال أننا سنخود هذه الحرب دفاعا عن أراضينا كي نخلصها من الغزو التركي إن توقفوا توقفنا طبعا هذه رسالة تأتي صريحة ووضحة إذن الجيش الليبي سيستمر في تطهير أراضيه من هذه الميليشيات الإرهابية مدعوما ببعد دولي كبير جدا زي ما حضراتكم شفتوا أنه يعني خلص هو قال مبادرة وحددنا معادر مبادرة إلا أنه لم يستجب أحد لهذه المبادرة من الطرف الثاني علما أن هناك أغلبية دولية كبيرة جدا هي التي أيدت هذه المبادرة لكن الطرف الآخر لم يلتزم وبالتالي جاءت تصريحات الجيش الليبي على لسان المتحدث الرسمي أنه مستمر في هذه الحرب الوطنية الشريفة من أجل استعادة الأراضي الليبية هذه القضية التطورات فيها على الأرض ستكون حاسمة والمواجهات ستكون حاسمة ومن يعني يستطيع أن يفرد بساطه على الأرض بسرعة وبشكل حاسم سيكون هو المنتصر أعتقد أن الجيش الليبي واثق تماما من كل تصريحاته اللي هو بيقول له احنا شفنا تقدمات كبيرة جدا لهم في أيام سابقة بعض الأمور بتحصل في النص بيتم عمل وقفة من الطرفين يعني بيطلب أحيانا من هذا الطرف أو ذلك الطرف وقف إطلاق النار علا وعسى أن يستجيبوا لهذا الطلب وإن لم يستجيبوا فقد وضع الجيش الليبي بهذه القعدة أنه سيستمر في القتال كي يطهر أراضيه من كل المحتلين ومن كل الميليشيات الإرهابية